موسيقى بالنسبة للP N Junction يعني ماذا P N Junction؟ يعني بجيب كريستال تكون P Type و كريستال تكون N Type و ألزقهم في بعض أعمل ما بينهم Junction بس هوا Action ما بتبقاش كده في الحقيقة يعني هو في الحقيقة مش P لوحده و N لوحده و بروح لحهمهم في بعض لا دايب تبقى كريستال كاملة بتكون مثلا N أنا عملت لها Doping بالTrivalent في ناحية بقيت P مثلا و روحت عمل لها Doping بالTrivalent في ناحية فبقيت الناحية الثانية N يبقى دي الP دي الN الN بيكون فيها Electrons كتير دول كده الالكترون إنما الP بيكون فيها Holes كتير الN الوحدها Postive ولا Negative ولا Neutral Neutral الN الوحدها Neutral و الP الوحدها Neutral يبقى الNP Junction كلها لبعضي Neutral دلوقتي اللي هيحصل كالتالي أنا لما عملت كريستال بالمنظر ده بقى فيه حتة فيها Concentration of Free Electrons كتير و حتة Concentration of Free Electrons قليل صح؟ و دي Concentration of Holes كتير و Concentration of Free Electrons ايه؟ قليل حتى كده بنقول إن بيحصل حاجة اسمها Diffusion يعني إيه Diffusion؟ بلاقي حتة فيها مثلا Negative Charges أو Neutral كتير فبتبدأ إنها تتحرك من حتة اللي فيها High Concentration لإيه؟ للي Concentration يبقى إيه Diffusion؟ هو الموشن من حتة 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 يبقى الإلكترون هات ديفيوز في الديركشن ده تبقى؟ والهولزة الديفيوزة داي؟ في الديركشن عكس أنا أتكلم على الإلكترون بس عشان خاطر ما اللغباتش بعض يبقى تاني يبقى تاني Define the Diffusion Current It is the Current Due to Difference of Concentration of a Charger Carrier between two a regions الإلكترون بتتحرك من من ال-N لل-P والهولز من ال-P لل-Mean لل-N في الآخر الديفيوزة الديفيوزة هيتبقى يمين ولا شمال؟ يمين لنوع عكس الالكترون يبقى دولها يعملون نت كارن ناحية اليمين الديفيوزة الديفيوزة يبقى ناحية اليمين عكس اليمين الالكترون ومع الالكترون لما الالكترون تتحرك تنط من هنا من ال-N لل-P هتبدأ تلاقي ويعملوا ريكمبينيشن مع بعض خلال؟ هيلقوا هولز ويعملوا ريكمبينيشن مع بعض الالكترون من دي تنط هنا الالكترون دي تنط هنا او العكس الالهول بتعدد ناحية تانية في الاخر هم هيقابلوا بعض هيحصر الكريستال دي اللي هي كانت نيوترال عملت لوز الالكترون هتسيب مكانة ايه؟ لا ليس هوا كان فيه البروتات اللي عاديين في مكانهم دول هلاقي ان بدأت الحتة دي لما يدبلت منها الالكترون يدبلت يعني يستنفذ منها الالكترون يبدأ يظهر لي هنا بسطفلي تشارجد ايه ساعات يتسمو انكافرد ايهن يعني ايهن حواليها الالكترون ففي الاخر بلاقي الالكترون انما لما الالكترون ده يمشي فبتبقى انكافرد ايهن اتكشفت تمام؟ فبقى فيه هنا في الاخر طب ما الالكترون لما دخل هنا دخل مكان الهول عمل الهول كمان اختفت يبقى لما الهول زي هنا تختفي وتحصلها دي بلايشن هيظهر مكان ايه؟ دي نيجاتيب ايهن يبقى كده فيه حاجة قلنا فيه ديفيوجن بيحصل طب مش لسه كونسنتريشن هنا اكتر من هنا يبقى المفروض الديفيوجن يفضل مكمل ففيه الالكترون بتنط وبتروح بس فيه الالكترون لما بتيجي تنط بتبدأ تلاقي ايه اللي بيحصل بتبدأ تلاقي ان فيه هنا نيجاتيب ايون النيجاتيب ايون تعمل لها ايه؟ ريبالشن وفيه فسط فتروح بتقول لها ايه؟ يبقى مش كل الالكترون هتروح بقى في الحلقة دي لان بقى فيه بيرجع الالكترون فكده بقى فيه كارنتين نتيجة الفرق الالكترون اللي بيودي الالكترون من الان لالفي اللي بيرجع الالكترون من البي للان اللي بيرجع الالكترون من البي إسمه ايه؟ يجري بالعربية بسرعة وبعدين عايز ياخد ملفه يروح راجع كده في حاجة اسمها يجري بالعربية بسيطة بس برضو الديبيوجن بيتغلب على مين؟ على الدريفت لان فرق الكونسنتريشن هو اللي هيغلب ده هنا الشارجز هنا بسيطة بس كل ما الالكترون يعدي اكتر او الالكترون تعدي اكتر يبدأ يحصل لص الالكترون اكتر من هنا فبلاقي ان البوست بتشارجز هنا بتزيد ولما توصل اكتر هنا بلاقي ان ايه؟ النيجاتف بتشارجز هنا بتزيد فيفضل ده يكبر 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 فبالتالي الدريفت هيفضل يكتر 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 لحد ما الدريفت يبقى يبقى الجزء اللي في النص ده شايفينه اللي هو فيه ده ده اسمه ديبليشن ريجن يبقى ده يكبر اسمها ديبليشن ريجن فيها ايه مشكلة يعني ايه كلمة ديبليشن مستنفذة اللي هو عارفين انتو لما بير مثلا ايه عارفين لما بيري جف مثلا فيبقى اسمه ديبليشن استنفذ او بقى قاحل او بقى مش عارف ايه حاجة زي كده فدول بقوا مستنفذين مستنفذين من ايه؟ من الكاريرز من الـFREE electrons او الـPOSTFOL لانه هم ما بقاش فيهم كارير او في الكتريست هنا الـFREE electrons الموابضين مش في الوقت مافيش الـFREE holes الموابضين مفيش اوكي هي ديت معنا كلمة الدبليشن ديت بيكون فيها حاجة اسماها potential barrier مش دول عمله potential different؟ والـpotential barrier دوت بيمنع ان الـ من الان للبي او بيمنع الهوز من 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 البي للان خلاص مش هو ده اللي مناعهم هو ده اللي عمل اللي هو ما بيخليهمش يكمله تمام فعشان كي اسمه خليوا بقالكم ان احنا عندنا اثنين باريار في المالح فيه باريار اللي هو ما بيه البي ان جنكشن وفيه سيرفز باريار اللي بيمنع الالكترونز برضه بس انها تخرج من السيرفز على المتر تلغبطوش بين الاتنين ده باريار ده باريار بس ده باريار وخلاص وبس انما التاني باريار باريار اوكي البي ان جنكشن احنا مش فاهمين لحد الوقت يا بتعملي البي ان جنكشن ما بعرفش فايدتها غير لم اعمل لها بايزنج بايزنج يعني بعمل لها اطلاينج لبوتينشال ديفرنج فده بنسميها بايزنج في البي ان جنكشن بيبقى نوعين يا اما بايزنج ياما باكورد بايزنج يعني يعني باكورد بايزنج يعني كل Menghi ان هل أقولك انه البيت البيت غلىي في الزفح ثلاث سنين كل الامتحانات اللي اتحطت دور اول دور تاني اسمه ده وموزلز فتاة الوزارة ما بيتحطش فيها رسومات يعني بقال له ثلاث سنين ما بيحطش رسومات الرسومات بقى اللي هي مش عارف كاسد ري سيوب مش عارف ايه كده رسومات الشابتر ده ما شاء الله بنسباله حاجة جميلة جدا ارسم لي الـ PN Junction وريني فين الـ Diffusion فين الـ Drift ارسم لي البايزنج لما تعمل لها بايز الكلام ده بنرسمهم ونقعد نحط الحاجات دي وكلام من دي دلوقتي احنا قلنا ان انا فيه Diffusion Layer صح؟ فيها Postive Negative لما بوصل الـ Negative مع الـ N الـ Negative بتاعت البتر دي مش بتطلع الـ Electron يبقى ايها هتفضل تزود او تدخل الـ N طيب طب الـ Diffusion Layer اللي حصت هنا حصت ليه عشان Electrons مقصد صح؟ الجزء اللي هو الـ Postive اللي ظهر هنا في الـ N ده ظهر عشان الـ Electrons ايه؟ مقصد فحصل Diffusion فهنا انا لما اوصل الـ Negative معاها يبقى انا بافضل ازود لها ايه؟ Electrons يبقى انا عمال بدخل Electrons ازيد يبقى كده الـ Diffusion بيحصل لها ايه؟ بتقل يبقى انا لقى الـ Diffusion الحتة الـ Postive اللي فضله بقت ايه؟ بقت قليلة فيها مشكلة؟ ليه قالت؟ احنا قلنا الـ Diffusion ديت او الـ Postive دول هما ليه يظهروا؟ ما هم موجودين اصلاً بس هم حصل لهم Uncovering يعني كان عليهم Electrons بتلف حواليهم او موجودة حواليهم لما الـ Electrons اختفت دول ظهروا حصل Diffusion انما لما ادخل Electrons ثاني من الباتاري يبقى الـ Diffusion اللي ايه؟ هتختفي؟ فيها مشكلة؟ حل نفس الكلام من الناحية دي الـ Postive دوت هنعتبر عشان نرايح دماغنا ان هو بيطلع Holes هو Action مش بيطلع Holes هو بيشد Electrons من البونز فبيفك البونز فتطلع مكان ايه؟ والـ Holes تجري تروح محيط مين؟ الـ Negative يبقى الـ Holes تتزق كده يبقى انا كده بعوض الـ Holes اللي ايه؟ اللي نقصت طب ما الـ Holes اللي نقصت دي لما تتعوض يبقى الـ Negative الـ Hines اللي هنا هتقيه؟ هتقل اللي في الـ Diffusion layer هي المشكلة؟ بتفضل كل ما يعلي الـ Potential difference ده على ان الـ Diffusion layer بتقل بتقل طب كده مش هيفدأ ان الـ Electrons تعمل Diffusion تاني وتمط من هنا الـ Holes والـ Holes تمط من هنا الـ Holes كده فيه current بيمشي وانا ما فيش يبقى الـ current هيفضل يمشي شغال على طول والـ battery اي الـ Electron بينقص من هنا بينط بتروح مع عوضات تاني او بتروح حتى الـ Electron تاني مكانه فـ Diffusion layer مش عارفة تتكون فـ Diffusion شغال على طول والـ Potential difference اللي من بره ده عمال بيشد على طول فعشان كده بيفضل current شغال هذا الـ current لو تلاحظه هو في حتة ماشي بطريقة وفي حتة ماشي بطريقة هو هنا الـ Electron بتتحرك الناحية دي وهنا Holes بتتحرك الناحية دي في الاخر الـ current ماشي ازاي؟ ماشي ناحية اليمني خلاص؟ في اي مشكلة؟ لا هو بصراحة بصراحة هو مش هيفضل اسمه Diffusion هو يبقى اسمه between Diffusion and external drift احنا قلنا Diffusion due to a potential difference فهنا فيه ثلاثة current Diffusion current بالنسبة الـ Electrons بالنسبة للـ Backward انا اوصل الـ Postif مع الـ End الـ Postif يشد الـ Electrons في الـ يشد الـ Electrons يشد الـ Electrons من اللي موجودة في الـ End ومع الـ Accons يبقى الـ Depthusion Layer سيختلقه هتكبر يبقى انا هلاقي ان الـ Postif يكتروا ويكتروا يكتروا فـ Depthusion Layer زادت فـ Potential Barrier زادت تمام؟ نفس الكلام من الناحيات دي دي كده المفروض انها بتطلع الـ Electrons يتقولوا انها بتطلع الـ Electrons يتقولوا انها بتاخد الـ Holes الـ 2 صحة تمام؟ لو طلعت الـ Electrons فتعمل الـ Combination مع الـ Holes الـ Holes اختفى ياما بتشد الـ Holes ناحيتها فـ Holes برده بيختفي يبقى هلاقي ان الـ Holes اللي انا بقيت قليلة فـ الـ Negative Changes بدأت انها يعي تزيد يبقى كده الـ Depthusion Layer عمال بيحصل لاقي بتكبر مش ده عامل لي بـ Potential Barrier كده الـ Potential Difference يفضل يكبر يكبر لحد ما يبقى الـ Potential ده فساعتها بيقف بيحصل يبقى دية بتحاول تشد الـ Electrons ناحيتها والـ Potential ده برضه بيشد الـ Electrons ناحيته يبقى مفيش كارنت بيمشي شابه كده لـ Charging بتاع الـ Capacitor بيفضل يعمل لحد ما يبقى الـ Potential Difference بتاعه قد ده فساعتها مفيش كارنت ايه بيمشي تاني بنقولها بطريقة بطريقة الـ Concentration بتاعت الـ Electrons ان ده بتطلع الـ Electrons بيتطلع ممكن نقولها من الـ Point of View بتاعت الـ Potential Difference ان هنا الـ Potential Difference اللي بره او الـ Electric Field اللي بره فقفز الـ Direction بتاع اللي جوه يبقى معنى كده بتضعفها ولا بتقويها بتضعفها فتزغط انما هنا الـ Field اللي بره في نفس الـ Direction الـ Field اللي جوه اهو Postive مع Postive negative مع negative يبقى معنى كده هتقويها فهتمنع الـ Electrons ان هي ايه تعدي هنا الـ Diet اللي هو الـ Pean Junction لان انا هسميه بقى فاكرين الـ Diet اللي احنا خدناه في اول الحصة اللي هو الـ Old Diet كنا قلنا انه هو بيخلي الـ Current يمشي في الـ Direction ما يخليهش يمشي في الـ Direction تاني صح؟ مواده نفس اللي عمله هو خلي الـ Current يمشي في الـ Direction ما يمشيش فين؟ في الـ Direction تاني يعمل له بلوك في الـ Direction تاني فيبقى ده كده هو برضو دايت بس ده هو الطبعا اللي احنا هنشتغل عليه التاني ده مش هنشتغل عليه خالص ان ده Old Electrons احنا بنتكلم عن الـ Modern Electrons الـ Direction بيبقى الرسمة بتاعته كده الـ Symbol بتاعه في الـ Circle هو ده الرسمة بتاعته نفس الكلام هو هنا السهم الكبير ده بيبقى الـ P والشرطة دي تبقى القدم السهم ده معناه ايه؟ معناه ان ده الـ Direction اللي اتع الـ Current الـ Current لو دخل طلع من الـ P هيمشي كده يبقى دوت اوكي يمشي في نفس الـ Direction تاني يبقى هو يمشي كده عادي انما لو حاول انه هو يمشي العكس لا هيقابل الحاجز ده ده الشكل يعني بتاعه فيبقى دوت كده بيعمله بلوك ممنوع انه هو يمشي هنا بنقول انه هو بيأكت اذا closed key هنا بنقول انه هو بيأكت اذا open key اوكي كأنه key office فيه حاجه في المواسير المياه بتبقى عاملة زيها كده ما shake bulb او stick bulb ده بيخلي المياه تعدي في Direction لو ما ترجع يعمل لها بلوك ما تخليهاش ترجع زي مثلا ده بيبقى في السخان دايما لازم يبقى فيه one way valve في السخان فهو بيبقى one way valve و safety valve في نفس الوقت ما علينا؟ ده لو ما بيبوض بتيجوا تفتحه المياه السخنة الساعة تلاقى هو نزل السخنة لان المياه السخنة بترجع تاني يعني هي بيطلع المفروض ما يساقع للسخن يسخنها المفروض ما ترجعش بقى في السكة دي فهو لما بيبقى وضايز بترجع فتروح بقى عاملة انتوا فهمين حاجه؟ ده زيه بيخلي current يمشي في Direction ما يخليهاش يمشي ايه؟ في Direction التاني طيب الـ PN Junction هنقول عليها حاجتين كمان قبل ما ايه؟ ما نقفل الشرح بتاع الحصة ونحل مسائل استخدامات PN Junction ديت حاجة ضريفة جدا سهلة جدا ايه؟ بكل بساطة لو انا جبت ايه سورس او وصلته مع بمنظر بسيط جدا بالشكل ده ان انا اوصل مع ايه سورس ديت فانا دلوقتي عارف ان الـ Voltage او الـ Variation ما بين الـ Voltage والـ Current في الـ E-Source عاملة كده او الـ Variation ما بين الـ Voltage والـ Time او الـ Current والـ Time بالمنظر ده شوية Post-Tip وشوية نجة طب هو لو Post-Tip يبقى ده Post-Tip وده نجة يبقى الـ Current هيمشي كده ده كده اللاود ولا مش اللاود؟ اللاود لان تاهمة Current ونفس تاهمة ديت يبقى كده يقدر ان هو يعدي يبقى انا لما جايس الـ Potential difference هنا او هشوف الـ Current ألاقي ان ده الـ Time والـ Current طالع كده اوكي ايه مشكلة؟ طيب لما ايه يقلب بعد نص سايكل ده اللا يبقى 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 ايه؟ نيجة يبقى المفروض الـ Current يمشي كده فهلا ينفع يخش من الـ Direct كده؟ لا هيتعمله بلوك يبقى نلاقي الدوت بقى ايه؟ بقى زيره في النص سايكل التانية تبقى اوكي في النص سايكل اللا بعدها زيره and so on كده بقى يوني درجة طب ايه الفرق ما بينه؟ وبين اللي احنا عملناه في الـ Commitator الـ Commitator كان بيعملي كده ده اسمه ويف ريكتيفيكيشن انما ده اسمه ويف ريكتيفيكيشن ريكتيفيكيشن يعني نص الـ Wave بخليها تعدي النص التاني بيتعمله بلوك انما يبقى الـ Wave كلها بعديلها يبقى يعدي نيجاتف عديله يبقى كده ويف ريكتيفيكيشن الـ Diode Bridge موجودة في اي شاحن موبايل انشان انا بقول ان شاحن موبايل بيعمل يحاول الـ ATLDT فاول حاجة بيعمل ريكتيفيكيشن بيحط اربعة دايات بطريقة معينة لحيث انه يعمل فول ويف ريكتيفيكيشن وبعدها بتخش على سوركة تانية اسمها سموذر بتخليه يبقى قريب من الـ DC يبقى فيه صغيرة يبقى يتشحن ويفضي بط فبتعمل فتبقى تقريبا DC يعني هي بتزيد بتزيد وبعدها لما تيجي تقل ما تقل ما راحت بعدها تزيد لما تيجي تقل ما تقل ما راحت وهكذا فتبقى بالماظر ده ده كده سموذر اللي هو ما بيخلهش ينزل الـ D وبعدها بتخش على حاجة تانية يسمعها ريجيوليتر ريجيوليتر ده بيخلي الـ Output بقى مثلا فايف بولت وفايف بولت بسا ولا فوق ولا تحت ده اسمو ريجيوليتر لو اكتر من كده بيعمل بلوك ما يعديش لأكتر من كده وفيه دايرة تانية فيه حاجة تانية بتبقى ما تخليش كارنت اكتر من 1 أمبيري او 2 أمبيري على حسب نوع الشاحن أنسوق اللي بقيين دول ايه فكوكم منهم ايه ماناش دعو بهم كيخ خلاص خلينا في ايه صليحنا عايزينه بسا نرسل 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 وده الحاجة اللي انا ستخدمها فلما ده يبقى نرسل فبقى الكارنت هيمشي كده هيقدر يمشي يمينو ولا شمال يمين بس هيمشي هنا كده لما يجي هنا هيدقدر يخش كده ولا كده ما يقدرش يخش ده عشان هيبقى عكس التانية فيروح ومشي كده هيعدي هنا ناحية الشمال يطلع فوق هيجي هنا Works هيمشي تحت مع ان الهيين مفتوحين بس هنا كده رايح للبسطف الكرانت ما بيروحش من البسطف للبسطف هيروح من البسطف لمين للنيجاتف فبيروح ماشي تحت مش فوق فيها اي مشكلة انما لما بيقلب بقى دال يبقى فالكرانت هيجي من هنا فهيخش في الدولة ده هيروح داخل في ده هيروح خارج من هنا كده ماشي ناحية الشمال برده بعدين يروح مكمل هيخش فوق الى تحت لأ فوق بقى عشان خاطر يكمل ايه ينزل السورس تانيه فايبقى معنا كده ان مهما السورس قلب هو بره بيفضل برضه ايه يوني ديريكشن بتاعوا تسمى فول ويف ريكتفاير من غير بقى ما قاعدة غير في الدينامو لان انا عشان انا عايز اطلع دي سي مش هروح بقى لحد المحطة التوليد واشلهم الكمبيوتاتور السليب رينجز بتاعيتهم وحطهمهم الكمبيوتاتور لا احنا بنعمل هنا عرطول ان انا بحط السيركت الصغنانة قد كده دي تروح محاولة لي ايه لفول ويف ريكتفاير دي مش في المنج دي في المنج خلاص احنا ممكن نعمل تيستنج للضايد باوميتر وده بييجي سؤال في كتير عبا في الامتحين اللي هو انا عندي ضايد عايز اعمل له تيست بالاوميتر اعمل له زي حاجة بسيطة جدا مش الاميتر دوت كسيركت فهو ده كده قميت اجاب كسيركت مش هو بيبقى جواه بتري فبيبقى ليه طرف يعتبر القص بطرف ميججي لو انا وصلت الضايد بحيث ان هو يبقى كده ده كده الكرنت هيعدي او مش هيعدي هيعدي هيبقى كده بيقس لي هاي رزيستنس ولا لو رزيستنس لا هيقس لي اللو رزيستنس ان فيه كرنت كبير معادي يبقى رزيستنس قليلا انما لو انا وصلته العكس يبقى كده بيقس لي هاي رزيستنس كده انا اقدر اعمل حاجتين اقدر اعرف البي من الان لان انا ممكن يكون عندي البي ان جومشن دي هي حتة سودة كده في بعضها انا مش شايف بين البي و بين الان تمام فاحنا ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا ان انا اجيب او ميتر ووصله من ناحية وبعدين اوصله من ناحية التانية لو لقيت لما اوصل الفوصف مع هنا والنيجاتف هنا قليقة ده وتلو رزيستنس يبقى الفوصف ووصل مع البي والنيجاتف ووصل مع الان اوكي والعكس طبعا يبقى هو اتقالى وممكن الضايد يبوز الضايد لما يبوز بيبوز بطريقتين بيحصل له حاجة اسمها بريك داون بريك داون يعني هو بيبوز لدرجة ان هو بيقدر يمشي كرنت الناحيتين تمام؟ ده اللي هو بريك داون فاجه اعمله من ناحية دا لقيت لو رزيستنس هنا من ناحية دا لقيت لو رزيستنس برضا يبقى كده دا حصل له بريك داون يبقى دا وممكن يبقى يحصل له بيرن بيرن دا يعني هو بيتفصل او زي الريزيستر او بيتفصل فالكرنت ولا ينشي كده ولا يمشي كده ما هو كرنت ما بيعدايش ما هو كرنت ما بيعديش يبقى الريزيستنس كبيرة مش متخليه كارنت يعبي هي لما تبقى باكورد بايز يبقى هي كده عاملةexistence كبيرةع الكارنت حق تلك الوحسار يفعله ضد موعدة ويقال موعدة عندما ارتكząd مع ميتر يجب ان ناحية هوب ويعطي الوحسار من ناحية هانته يصبح ضد موعدة يصبح ضد موعدة ويجب ان اعرف الائد ويجب ان اشغاله احتاج شغيره ويجب ان ادعمه بين الموعدة المويدة الام sua انها محتلة انها تكون مختلفة في ناحية المختلفة